نروح مع حضركم لموجز لهم وآخر الأنباء بصحبة زملتنا هالا الحملة شكرا مصطفى التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي ضرورة الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة من خلال خفض التصعيد سواء بالأراضي الفلسطينية وإقليميا بالنظر لخطورة الدخول في دائرة مفرغة من الرد والرد المضاد وبما لا يخدم مصالح كافة شعوب المنطقة جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من الرئيس القبرسي نيكاس خريستادلس جرى خلاله تأكيد مواصلة تطوير العلاقات في مختلف المجالات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع اليونان وعلى الصعيد الإقليمي استعرض الرئيس السيسي أولويات الموقف المصري وجهود وقف التصعيد في قطاع غزة مؤكدا خطورة استمرار الحرب ومحذرا من استمرار تدهور الوضع الإنساني داخل غزة أكد مصدر رفيع المستوى أن مصر تجدد رفضها القاطع للمحاولات الإسرائيلية لتهجير سكان غزة ودفعهم نحو الأراضي المصرية وأوضح المصدر أن مصر التزمت بأقصى درجات ضبط النفس منذ بداية الحرب في غزة أملا في الوصول للتهدئة مشيرا إلى أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية موقف ثابت لا يمكن المزايدة عليه كما شدد المصدر رفيع المستوى على أن ترويج إسرائيل لمزاعم حول وجود فتحات أنفاق بالأراضي المصرية لا صحة له شكلا وموضوعا استشد أكثر من مئة فلسطيني وأصيب العشرات إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة التابعين التي تأوي نازحين في حي الدرج شرق مدينة غزة أثناء تأدية صلاة الفجر وأكد مكتب الاتصال الحكومي في غزة أن جيش الاحتلال ألقى ثلاثة قنابل على المدرسة تزن الواحدة منها الفرط وأضاف المكتب أن فرق الإغاثة لم تتمكن من انتشال جثامين جميع الشهداء من فداحة المذبحة أعلنت الخارجية الأمريكية اعتزام واشنطن تقديم 3.5 من 10 مليار دولار لإسرائيل لتنفقها على أسلحة وعتاد عسكري أمريكي لتفرج بذلك عن الأموال بعد أشهر من تخصيص الكونغرس لها وذكرت CNN أن وزارة الخارجية أخترت مشرعين بأن الحكومة تعتزم الإفراج عن تمويل عسكري أجنبي لإسرائيل بمليارات الدولارات مشيرة إلى أن الأموال تأتي ضمن مشروع قانون تمويل إضافي بقيمة 14.1 من 10 مليار دولار لإسرائيل أقر في شهر إبريل الماضي أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها دمرت منصة إطلاق صواريخ لقوات الحوثي وزورقا مسيرا في مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات دمرت أيضا طائرتين مسيرتين لقوات الحوثي فوق البحر الأحمر مشيرة إلى أن هذه الأسلحة شكلت تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة أعربت وكالة الطاقة الذرية عن خلقها بشأن التطورات فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية المبلغ عنها والتي تجريب القرب من محطة كورسك داخل الأراضي الروسية للطاقة النووية وقال المدير العام للوكالة رافايل جروسي أن محطة الطاقة النووية في كورسك تحتوي على ست وحدات من نوعين مختلفين من المفاعلات داعيا إلى الالتزام بالركائز السبعة التي لا غنى عنها لضمان السلامة والأمن النوويين أثناء النزاع المسلح التي يأتي في مقدمتها ضرورة ضمان السلامة المادية لمحطة الطاقة النووية مناشداً جميع الأطراف ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب وقوع حادث نووي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب إشعاعية خطيرة انتهى مجاز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يمصر بعد الفاصل